موسيقى قرابة العشرين أماكنة وثلاجة تعمل بطاقة الشمسية في مخبز وحلويات الأمانة بمدينة البير إيهاب الميمي صاحب المخبز استغنى تماما عن الكهرباء التي تزودها الشركة من ساعة شروق الشمس حتى غروبها غلاء ارتفاع أسعار الطيال الكهربائي هي الدافع الرئيسي أني فكرت في هذه الفكرة وأنني عمل إشي مميز يعني الواحد حاول أنه يكون إشي مميز فأنا عملت إشي مميز أني شغلت عمارة كاملة يعني كانوا فيش حدا يفكر أنه مخبز وعمارة كاملة وصبر ماركت شغلات طاقة الشمسية أنا شغلته من طاقة الشمسية إيهاب الحاصل على شهادة دبلوم الكهرباء العامة من كلية وادي السير في الأردن طلق دورة في الطاقة الشمسية عام 2013 ثم طبق ما تعلمه في بناء 98 لوحة شمسية على سطح منزله تنتج يوميا قرابة 140 كيلو واط أي ما يعادل 100 شيكل يوميا و3000 شيكل شهريا النظام صرت مركبه تقريبا ثلاث سنين صار نوت لي عندي تقريبا 100 ألف شيكل تشكل لفك كله؟ كلف نمية وثلاثين ألف شيكل طبعا أنا نظام من أول برغي لآخر برغي أنا اللي اشتغلته نجاح تجربة إيهاب برأي الكثيرين يؤكد أن عملية إنتاج الكهرباء من الطاقة البديلة والمتجددة سيسهم في تقليل التبعية الاقتصادية والاعتماد الكلي على الشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء وسيوفر ملايين الشوكل على جيب المواطن وخزينة الدولة في حال تطبيق هذه التقنية بشكل واسع ندفع 1200 مليون دولار بالسنة عشان نشترك كهرباء من إسرائيل فبالتالي الحمد لله إحنا بدأنا الآن والحكومة أخذت خطوات إيجابية الدكتور صبري صيدم أبي الأكميوم قرر تحويل ووقع اتفاقات لتحويل الإضاءة في كل مدارس فلسطين إلى الطاقة الشمسية نحن نحول الطاقة الشمسية بدأ الرئيس في مقره يستخدم الطاقة الشمسية يذكر أن معظم المنازل الفلسطينية تستغل الطاقة الشمسية في تسخين المياه في استعمال لطاقة نظيفة وصديقة للبيئة ومتاحة للجميع وهذا ما يدعم إمكانية استثمار الطاقة ذاتها في إنتاج الكهرباء من مدينة رامالله نيزر حبش تلفزيون وطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر